بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم قولة أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجانا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا صالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرحين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعضها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترستم فيه ومتاكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حقيما خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من ندنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيبنغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تطفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحشرون يسبحون الليل والنهار لا يصرون أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إن الله لفتبتا فسبحان الله رب العرش عما يطفون لا يسأل عما يسأل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قرري بل أكتوهم لا يعلمون الحق فهم معررون وما أغفلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هنفعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يشفعون إلا لمن اتطاعهم من خشته مشفقون ومن يقول منهم إنه إله من دونه فذلك نجزي في جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفعا ففتقناهما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيث أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها تجاجا سبلا لأنهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل عن نهار الشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق أفإن مدت فهم الخارجون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا فزوى أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بعكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأوليكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن مجوههم النار ولا عن غرورهم ولا هم ينفرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستخيرون ردها ولا هم ينفرون ولقد استهزئ برسل من قبلك من قبلك فحاق من الذين تخروا منهم ما كانوا به يستهدئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يضحبون بل متعنا هؤلاء وأباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض لن ينقفها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعوا الصم والدعاء إذا ما أنذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضعوا الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان نسقى لحبة من قربل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشركون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السماسير التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنكم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا تيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مردين فجعلهم جزاغا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا في آلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على غروفهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانفروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا ما رقولي بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوصا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاة ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه ثقما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قومة وإن فاتحين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجرنا له فنجيناه وأهله من القرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قومة وإن فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرط إذ رفشت فيه غنم القوم إذ رفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم كاهلين ففحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وفحمنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة له سلكم لتفصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولتليمان الريح أعطفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم ومن الشياطين من يغوطون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مثني الضر وأنت أرحم الراحمين فاتجبنا له فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإغريف وذلكف لكل من الصابرين وأبخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادع في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادع في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلكا بالمؤمنين وذكر يا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة منهم كانوا يسارعون في الخيرات كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رابا ورهبا وكانوننا خاشعين والتي أحصلت صرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقصوا أمرهم بينهم كل إلينا يراجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قضية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حدب ينفلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في عفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في عفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خاربون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من ملحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حكيثها وهم فيما اشتهت أنفتهم قاربون لا يحزنهم الفجر الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطع السماء كطيس جل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزمور من بعد الذكر أن الأرض يرسها عبادي الصالحون إن في هذا مبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكسمون وإن أدرينا أنه حذنكم ومتاع إلا حين قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستقيم